أكد الجيش السوداني أنه لا تفاوض مع قوات الدعم السريع وأنه ماض في القتال لحين بص سيطرته على كامل البلاد وبحسب تصريحات لشمس الدين الكباشي نائب القائد العام للقوات المسلحة السودانية فأن التفاوض مع قوات الدعم السريع أو وقف إطلاق النار لن يتم إلا في حالة تنفيذ القوات التزاماتها في اتفاق جدة بالخروج من منازل المواطنين والمؤسسات الخدمية نشر الجيش السوداني فيديوهات لما يقول أنها أثار للدمار الذي تسببت به قوات الدعم السريع في سوق أمدرمان نتابع وكان نائب قائد قوات الدعم السريع عبد الرحيم دقل قد أعلن في وقت سابق أن قواته تتحرك للسيطرة على جميع ولايات السودان وجميع مواقع الجيش وأشار دقل أيضا إلى أن عناصر من الدعم السريع تجهت إلى الفاشر حاضرت ولاية شمال دارفور فيما تقاتل أخرى في الجنين عاصمة غرب دارفور والضعين في ولاية الشرق إضافة لقتال يدور حول القيادة العامة للجيش في الخرطوم تقترب الحرب في السودان بين الجيش والدعم السريع من الدخول في عامها الثاني مخلفة 13 ألف ضحية و10 ملايين نازح فضلا عن دمار هائل في البنية التحتية تفاصيل في التقرير التالي منذ أبريل الماضي تعيش السودان حربا داخلية خلفت آلاف الضحايا ودمارا هائلا القتال اشتد في الأيام الأخيرة ليصل عدد الضحايا الذي تم إحصائه حتى الآن 13 ألف ضحية و10 ملايين نازح ومنذ اندلاع القتال تعرضت أكثر من 300 منشأة تاريخية وحيوية في الخرطوم ومدني ودارفور وكردفان لدمار شامل أو جزئي ووفقا لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسف إن أكثر من 20 مليون طفل يدفعون ثمنا باهضا للتداهر الأمني في معظم مناطق البلاد تقديرات الخبراء للخسائر الاقتصادية الشهرية للحرب تتراوح ما بين 500 إلى 600 مليون دولار يوميا وأدت الحرب أيضا إلى تآكل موجودات البنوك السودانية المقدرة بنحو 45 تريليون جنيه بمقدار نصف بعد أن فقدت العملة الوطنية أكثر من 50% من قيمتها خلال الفترة الأخيرة كما أن الدمار الشامل أوقف أكثر من 70% من الإنتاج الصناعي بعد الأضرار الكلية والجزئية التي لحقت بأكثر من 400 مصنع كما أن 70% من المستشفيات الموجودة في البلاد خرجت عن الخدمة فيما تعمل البقية بأقل من نصف طاقتها وتواجه نقصا حادا في الإمدادات والكوادر الطبية ترجمة نانسي قنقر